اشتركوا في القناة بس لما نقوص فيها بالعمق نعرف قيمة هالحضارة اللبنانية العظيمة والحضارة الكنعانية بشكل عام يلي اغنت مش بس هالشارك اغنت الانسانية كلها حكينا عن الابجادية وصلنا للصين و لبلاد فارس وعرفنا قداش اخذوا مننا العرب والاجانب قداش كان تأثير الحضارة الفينئية على العالم اليوم عم نحكي عن الموسيقى الشعبية اللبنانية كتار رح يتفاجأوا بالمعلومات اللي رح تكون بين ايدينا تنوصل لها النقطة بس قبل بدنا نرجع للتاريخ و للقديم علاقة الشعوب بالموسيقى شو كان العامل الاساسي اللي يشدن لها الموسيقى و باي اطار تقدمت الموسيقى بالحضارات القديمة مونجور للكل هلأ بالبداية بس كنت حب بقول انه كل الحضارات القديمة دون استثناء ممكن ما تلاقي فيها رياضيات ماثماتيكس اختراعات ممكن ما تلاقي فيها حتى ابجدية ما عندون ممكن ما تلاقي يعني كتير اشياء ممكن ما تلاقيها بس ولا حضارة لا بالشرق ولا بالغرب ما فيها موسيقى كل الحضارات القديمة فيها موسيقى يعني شوف قدي الموسيقى كانت مهمة بحياة الانسان شو ما كان انتمائه شو ما كانت حضارته بنجي بالنسبة لكلمة موسيقى بالذات شو بتعني كلمة موسيقى هي من الالهة موسى موسى هيدي الهة عند اليونان كانت الهة الفن فمن هون انطلقت كلمة موسيقى هلأ نحنا بننا نجي بالنتيجة لعنا لبلادنا بلاد الشرق واللي هي كلها انطلق مننا على فكرة كل حضارات العالم انطلقت من هون يعني هو اساسا كل الحضارات بلشت بالسومرية وكيف بدنا نحكي بما انه عم نحكي عن السومرية بدنا نحكي على بلاد ما بين النهرين شو كيف كانت الموسيقى سألت سؤال انه ايه كيف طلعت فكرة الموسيقى فكرة الموسيقى طلعت بالبداية لارضاء الالهة يعني هي الموسيقى كان هدفة دينة يعني الرابط مع الموسيقى كان دينة بحت ايوة هذه بالاول مظبوط فالانسان طبعا بس الالهة القديمة مش مثل الالهة الواحد هلا عنها الالهة القديمة كانت عطول بدك ترضيها لانه اول شي كان عندك عدة الهة وكان فيه صراع بين الالهة وكان فيه صراع بين الانسان والالهة عطول الاله معين فيه صراع بينه وبين الانسان وهالصراع كان يخاف الانسان من العقاب يخاف من عدم ارضاء الالهة يخاف ما يجي الخير اذا ما عمل شي لها الالهة فمن مبدأ هيدا الخوف اذا بنا نسميه اجت فكرة انه نرتل للاله نغني للاله من هون اجت فكرة الموسيقى وبتلاحظ على فكرة حتى الالات الموسيقية هي العلاقة الى ارتباط بطريقة معينة بهالالهة القديمة يعني بالشعوب القديمة كان في عندك القيثارة هي اهم شي كانت اهم اول قيلة تعرفنا عليها وصلتنا بهالاثار اللي وصلتنا يعني من المعابد والمدن القديمة وصلت القيثارة القيثارة شو كانت شكلها بيشبه يعني الهلال نص الأمر تقريبا هيدا لانه كان في عندنا شعوب بالشريق كانوا يعبدوا الاله سين الاله قمر فمن هون اجيت شكلها للقيثارة كمان اذا بنا ناخد الطبل الطبل من شو معمول من جلد التور وفيك تقول حتى الاوتار تبعول القيثارة كانت من جلد هالحيوانات التور بالذات والتور كان يعتبر اله طبعا مش انه كانوا يقتلوه يمكن بس يموت او شي بيعتبروا جلده مبارك كانوا يعملوا منه طبل خاص للمعابد فشوف قدي كله كل شي متل ما قلت مرتبط بالدين هلا بعدين بعدين كان عنا بهال معابد شو كانوا يعملوا كانوا بكل مناسبة في ترتيلة في صلاة معينة في الى موسيقى معينة عندك الاعياد عندك الجنانيز كان فيه كتير جنانيز كانوا يعطوه كتير اهمية يعني بالموسيقى وعندك كان عطول الشعوب القديمة شو ما اختلفت الاله عندها كانوا يعطوه يخبروا ملحمة الخلق عرفت كيف يعني مثل جلجامش نحنا بنعريف وعندك بعدين انه عشتار هوميروس كل هايدي اللي كانوا يخبروا شو هي الملاحم اللي كيف الانسان كيف الدنر كيف الكون انخلق فكانوا يرافقوا مع هالخبرية موسيقى يغنوها بعدين صار فيه موسيقى معا يعني ارتبطت خلينا نقول باحتفالات الحياة بكل اشكالها وباحتفالية الدرامية للموت خلينا نقول او الجنائزية يعني كان انا الموسيقى الجنائزية وموسيقى الافراح وموسيقى الشكر او الشكران لالاله هلأ لما ننقل على الاله الواحد لما يسوع المسيح حل بيناتنا وعطانا الخلاص صار في عنا هالاغنية الدينية اللي كانت ترتل للالهة انتقلت مع المسيحيين الى الكنيسة الى الكنيسة طبعا ما بدنا ننسى هون في اليهود يعني الترانيم اليهودية المرتبطة بالتلمود وبكل الكتب المقدسة عند اليهود يعني كمان اخدوا من اطار المسيحيين ومشوا فيها خاصة العهد القديم الى ما هنالك يعني اخدوا من كلماتها كمان هلأ لأ يعني الكلمات شوي بيختلفون الموضوع بس الموسيقى لا انا اصدق انه هي جزء كمان هي الموسيقى كلها وحدة يعني كلها اجت من ذات المصدر ومتل ما قلت استعملوها اليهود اللي عندهم من المعابد ونحنا كمسيحيين بس هون حبي اقول انا عم بحكي عن النصوص مش عن النصوص هلأ انا حبي بس كمان اقول هون الاوتار كانت سبع اوتار كمان اتخيل فكرة السبع اوتار اجت من وراء اليهود الهبرانيين كانوا يعتمدوا بيقولولك انه بالنسبة لقلون كان ايام الاسبوع السبعة هي الايام المقدسة فكمان انتبه الاوتار سبعة متل ايام الاسبوع وكمانها متل فكرة السموات السبعة لليوم شو بنقول سابع سماء وفي الرقم الكمال يعني اللي هو خلق فيه الارد واسترح صح يعني رضي عن من العهد القديم هلأ حتى على فكرة اذا بتلاحظ نحنا اديش عنا بالكنيسة كلمة هللوية منقول على الطالع والنازل هي هللوية من وين اجيت بيقولولك هللوية اجيت من الخضرات القديمة كانوا لما بيبتهجوا بالاله الامر كانوا يهللوا يعني يظلغتوا فطلعت كلمة هللوية وكمان على فكرة كان فيه عندك شو اسمه غير الاله الامر كان احنا في عندنا الاله تموز بينعد انه هو اللي راح على العالم التاني اللي تحت الارض فلما طلع من هيدا العالم واجع العالم فانبسطوا فيه لما رجع يعني على الحياة كمان كانوا يهللولو نشوف كيف فكرة هيدا رجعت فاتت على الكنيسة بشكل هللوية نعم على كل حال كل هالافكار وهالمناسبات كل هالإطار الاحتفالي يلي كان ديني وتحول الى ديني مجتمعي حولته الكنيسة الى مجتمعي كنسة وما بدنا ننسى كمان مواعيد الاعياد يعني عيد الميلاد بموعد عيد الشمس لأن المسيح هو شمس العدل فالانتقال من مرحلة عبادة الأصنام الى عبادة الإله الواحد يعني بقيت لمعيد ولكن تمسحنت مظبوط مظبوط أخرت هالهوية المسيحية هون كمان كان بدي أقول لك شغلة الجوئات هالغنائية والمعجوة الموسيقية ما كانت على فكرة محصورة بس بالمعابد كان بأعياد معينة بمناسبة معينة كانوا يظهروا على الطريق ويمشوا مثل الزياحات الزياح اليوم اكزاكت لمية بالمية بعدنا ماشيين بزيت التقليد بس شو الفرق قبل الزياحات كانت تصير لشي معين نحنا هلأ الزياحات عند المسيحية ليه بيصيروا لما نهار اللي بنسميه الغطاص نهار اللي بدنا نعمد السيد المسيح مادة السيد المسيح شو كنا نعمل كانوا يظهروا هالناس موكب كنسة مع الأبونا وكلهم والشعب ومع التراتيل ويروحوا ليوصلوا على بير المي أو على النهر أو على النبع يعني مطرح ما بدون يجيبوا المي كانوا يجيبوا المي ويرجعوا فيها على الكنيسة ويتصلى عليها هيد المي وبتصير مقدسة لأنه عم نمثل أنه عمادة السيد المسيح هالمشهدية بنشوفها كمان كتير بروسية اليوم ارتباط هالعيد بزياح بيطلع من الكنيسة أو اللقاء بساحة عامة وإعادة يعني إعادة العمادة أو العمادة من أول وجديد من خلال الغطس بالماء إعادة هالمشهد مظبوط كله انتقل من هون كله انتقل من الشرق لهوني هلأ بالنسبة للموسيقى كنت عم تقللي درامية مظبوط قلنا لك لأنه كان فيه صراعات عطول وكان فيه عطول حزن بالأديان القديمة فكانت عطول الموسيقى الدرامية لما اشت المسيحية انتقلنا من الحالة الدرامية لحالة فرح أكتر تدريجيا بس بقي عنا أسبوع الألام أنه أسبوع الألام السيد المسيح طبيعي موسيقيتنا بعدها حزينة كمان هون تأكيد علي حكيته وحكينا على موضوع الهاللوية هلأ إذا بدك لننتقل كيف وصلت هالموسيقى الدينية لألنا وصارت موسيقى شعبية كيف انتقلت هيدا الانتقال هلأ نحنا بدنا نرجع بالبدايات للقرون الأولى الميلادية يعني فأنا نحكي بالقرن الثاني والثالث كان في عنا فيلسوف عبقر كتير اسمه باردايصان باردايصان هو من مدينة اسمرها اللي اليوم هي بتركيا بسموها أورفا هيدا كانت أهم مدرسة يعني هيدا خرجت أهم فلاسفة ونوابغ بالموسيقى السريانية كانت منارة منارة للعلم بالعالم السرياني مظبوط بالشرق كله فهيدا المدرسة هي اللي خرجت باردايصان باردايصان كان عمل تخيل 150 لحن بس انت تخيل 150 لحن مختلف عن بعضه يعني كنز من الألحان خلينا نذكر بالقرون المسيحية الأولى اي بالتاني والتالت هو ولد بالقرن التاني لقرن التالت هيدا كان عطاقه هلا وشو عميل أكتر من هيك لا ينقل هيدا الموسيقى من الكنيسة للناس جمع شباب مسقفين يعني فينا نقول البرجوازيين اللي كان ولاد المنطقة لأنه كان العلم محصور بالطبقة المرتاحة طبعا طبعا لم هالشباب والصبايا وعمل جوءة شوف من أي أيام عمل جوءة تراتيل ومنشدين فكان هو يكتب الشعر ويلحن قلتلك لحن 150 لحن ويعطيهم لهالشباب ينشدوا فشو صار شوي شوي وطبعا بس بدي أقول لك انه باردايصان كان غنوسي يعني كان معتقداته إيمانه مختلف عن إيمان الكنيسة التقليدية الكنيسة السريانية التقليدية فاعتبروه شوي انه مثل مهرطق فما كانوا كتير يحبوا تعاليمه بس الشبيبة تعودت على ألحانه وكلماته وصاروا ينشدون إليه بكل مطرح بالشوارع يعني ما رأش يقرن عليها ما بقى في حدا ما بيردد أغاني باردايصان هون جيلا انتقلنا وصلنا على الأرن الرابع اللي هو مار أفرام السرياني كمان العبقر التاني بالموسيقى وصل شايف انه برأيه انه هايدي الموسيقى برأيه طبعا انه لم تمثل إيماننا وهيدي شوي عم تنزع الشبيبة فانه شو بدوا يعمل ما كانوا كل الناس عم بيغنوا كل الشعب بالطرقات كانوا يغنوا شو عميل أخذ هايدي الألحان ولبسها هالإيمان الكنسي اللي هو بمعتقداته الكنسية وصار انه اوكي بتكون تغنوا هالأغاني بس غير الكلام شو صار فهون انتقلوا كمان انتقلوا كل التعاليم الدينية لبسناها مثل ما قلت انت أعطيناها الشكل المسيحي وهون صاروا كمان أكيد طبعا مار أفرام السرياني كان نارة الروح القدوس هالشخصية الفريدة منبع الألحان منبع الألحان طبعا كل هالغنى الروحي الموسيقى لليوم يعني حضوره مؤثر لليوم كل تراتيلنا على فكرة كمسيحيين مشرئيين كلنا شو ما كانوا طبائفنا يعني سريان موارن شو ما كانوا كلنا بعد ألحان مار أفرام يعني شوف قدي كم قرن نحنا عم نغوص بالتاريخ تنبلش من النبع تنوصل رح ذكركم تبا يتفاجعوا من الخير نحنا عم نرحل قطة الأغنى الشعبية البيانية بس شوفوا معنا شو نبع الأغنى الشعبية لليه بألحانة مظبوط مظبوط هلأ بدي أحب هون كمان أقول شغلة هو مش بس مار أفرام بعدين إيجا عنا عبائرة موسيقيين عنا مار يعقوب السروجي مار اسحاء مار رابولا مار بلاي عنا 37 ملحن سرياني من العبائرة هن اللي عطيونا تخيل هال 37 على مدى قرون هن اللي عطيونا الموسيقى لليوم بنتمتع فيها وبنسميها الموسيقى الشعبية فإنه مثل ما قلت بنا نشوف النبع شو هو وإذا لحظت لحظت عطول الموسيقى دينية فمين كان يحافظ عليها الرهبان مظبوط مية بالمية رجال الدين هن حافظوا عليها على فكرة وتركوها بقلب الكنيسة أكتر من ألف سنة يعني مش دغري وصلتنا بقيت ألف سنة بالكنيسة يعني هلقد حافظوا عليها وحافظوا على التقليد طبعا يعني واليوم بنا نحيي مبادرات كتيرة يعني بذكر منا غادا شبير اللي كمان عملت بحث مهم عن الترانيم والألحان السريينية القديمة وأعادة نشرة بإضافة أكيد لشخصيات داخل الرهبانيات كمان رجعت عم بتقدم ألحان القديمة وحتى بعدها مستمرة بهيدا الإطار بأعمال متجددة كيف وصلنا منها النبا منها 37 ملحن للألحان السريينية الثمانية يلي هي اليوم عماد مقامات الموسيقى الشرقية والموسيقى العربية مية بالمية هون بس حب أقول المدرسة الأساسية هي الرهى ومثل ما قلت هال37 ملحن مثل ما أكد الفرابي لأنه كمان بنا نعطي مراجع عربية وفارسية وغيرها الفرابي شو قال قال الألحان الثمانية السريينية هي عمود الموسيقى الشرقية وأما الألحان الشعبية الخاصة بسوريا ولبنان هي مية بالمية موسيقى سريينية شعبية هلأ هاي دي قلمة أول شي للألحان الثمانية منسميها أوكتو إيكوس أو أوكتو إيخوس هاي دي كيف أجت أول شي كيف ليه هنا ثمانية عندنا ثمان أحدات من بعد من بعد من بعد شو اسمه موسم الحصاد عندنا ثمان أحدات وكل أحد في ألحان في ألحان معينة الأحد البعضه بتختلف كرميل هون إيشت الألحان الثمانية هلأ أحب إذكرة يمكن ما معنا وقت كتير بس على قليلة نسميها يلا لحن جرب يعطونا دقيقتين زيادة إيه لحن نسميها على قليلة يعني وصلنا لها عنا البيع بنسميها بالعربي بيات بيات عفكرة هو لحن كله فرح كانوا ينشدوا الرهبين وكانوا بوقت الفراغ طبعولون بره بالساحة يعدوا يدبكوا عليه تخيل لأي درجة اللي هو البيات 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 بعدين في عنا حصونه بيسموه بالعربي الحسيني عنا أوراك أو عراق بيسموه سيكا عنا الرصد أو الرست يعني الثقة ثقة عنا مرسي صحة عنا الأوغو لا أنا عم بأعطيك اللفظة اللي بعرفها مزبوط يعني يالي الموسيقيين بيقولوها الرصد رصد أو الرست عنا الأوغو بنسميه الأوج أو الهزام وعنا الأوغوم أو العجم إذا ملاحظ الأوغوم هو دي لفظة عنا صبا بيسموه بالعربي الصبا الصبا يعني بتعني ريح لشمال وهي دي موسيقى على فكرة كتير حزينة نحنا بنستعملها بأسبوع الألم وعنا آخر لحنة تامن بنسميه حاجو بالعربي الحجازي وهي على فكرة فيه ترتيلة كتير معروفة بالكنيسة اسمها ترعو ديلو خانونو بيقابلة أشهر أغنية بالأدود الحلبية هي البلبل ناغة غصن الفل على نفس اللحن أو على نفس المقام هو ذاته بحلقات إن شاء الله بعدين لح نرجع نفارجي هالدغرة مقابلة إنه هيدا لحن كناسي سيرياني كيف قابله فيه في ألحان شعبية وأغاني نحن وصلنا على الأغاني الشعبية على المقامات الشرقية اليوم المختلفة يلي هي نبعى هالألحان الثماني الأساسية السوريانية يلي انطبعت بتاريخ الكنيسة السوريانية واجتمعوا على إنجازها 37 ملحن سرياني على مدى السنوات قرون طيب سؤال أخير عن يعني كان في حضور طبعا ولازال حضور مشرق للكنيسة الأرثوديكسية ومميز بالألحان البيزنطية اللي هي كمان ألحان سبتة وعددها معروف ليش كان فيه تأثير أكبر لللحن السورياني على المسيئة يعني ليش ما برأيك تاخدوا الألحان البيزنطية كمان كتير حلو هيدا السؤال وعن جد كتير مهم معك حق لأن الحضور كان قوي كتير للحضور البيزنطية لا أول شي لأن الألحان السوريانية هي بنت البيئة تبعية بلادنا لبنان سوريا هالبلاد أوكي تاني شي كانت يعني كمان دور اللغة طبعا اللغة بتأثر تاني شغلة أنه نحن المسيئة السوريانية هي مسيئة بسيطة جدا هي مسيئة الفلاحين مسيئة الشعب بينما المسيئة البيزنطية معروفة مسيئة الامبراطورية مسيئة الحياة الفخمة المسيئة الملوك مسيئة تعتبر للنخبة بس نحن مسيئتنا شعبية يعني مين بده يغنيها؟ الشعب الشعب منه نخبة فبالنتيجة وين بيروحوا بيروحوا على حياة الفلاحين فهي دي كل الألحان السوريانية كل الألحان بسيطة كانوا هن عم يشتغلوا بالأرض كانوا يدندنوا هاو دي الأغاني كرمال هيك المسيئة السوريانية كان لها تأثير كتير كبير بحياتنا بالمسيئة الشعبية وهيك إذا بنا نعطي على سبيل المثال للحصر اليوم مثل هدوني هدوني مثل جيب المجوز يا عبود طلوا طلوا الصيادة وعندك خضرة يا بلادي خضرة وبرده برداني برده وعندك على دلعونة أكيد وأهم الشيء الأستاذ الكبير المرحوم زكي نصيف الفنان العظيم مثل عندك هلا يا هلا هذه كلها فوت فيها كزا لحن سرياني مش لحن واحد يعني تعتبرها شوي سمفونية سريانية يعني على كل حال الفنان العظيم زكي نصيف يعني كان عنده احترام كبير لها المسيئة وهو اللي نشره وكان يفسر دلعونة ليش هي دلعونة وكيف يدلله على العونة على كل حال موضوعك كتير مهم بس بالختام تميز علو منا الروم عرفت كيف ويقولوله اللي خرجت عن طاعتك نحنا منحي هالكنيستان العظيمتان يلي بعتقد من دونهم ما كان اكتمل أغنونا طبعا هالمشهد الغني وأغنوا الفن أحب أقول كلمة أخيرة خلص الوقت وأنا ما عم بسمع فينا نقشلها لما ارتجي واعتذر مني بنعملها كلمة أخيرة طويلة شكرا لأيليك رح يقلبوا الشباب على الأرض رح نروح لزميلة رولا وانتبع لك أوكي أوكي شكرا للمشاهدة